اشتركوا في القناة في المتحان يشمل مكونين مكون اول استرداد المعارف خمس نقاط والمكون التالي حول الاستدلال العلمي والتواصل الكتابي والبياني المكون الاول فهو من المتحان للدور الاستدراكية ويضم اسئلة ثلاث اسئلة تعارف اسئلة ذات اجوبة قصيرة صحيحة ام خاطئ والاختيار من متعدد اذا فهذه الوحدة فهي مرتبطة بالوراثة البشرية مكون الاول فهو يقوم الوراثة البشرية سنبدأ بالسؤال الاول اجيب على ورقة تحريرك عن الات اريف عرف شجرة النسب الخريطة الصبغية نبدأ اولا بتعريف شجرة النسب ماذا نقصد بشجرة النسب تتذكرون ما رأينا في الدرس اذا فهي عبارة عن ماذا فهو عبارة عن تمثيل يضم جمعا من الاشكال رموز ويضم الصفة الخارجية لنفس افراد العائلة نكتب نقترح تعريف تالي شجرة النسب هو رسم تخطيطي يمثل المظاهر الخارجية لأفراد نفس العائلة والذي يجسد انتقال الصفات الوراثية عبر الأجيال باستعمال رموز استلاحية اذا لاحظوا ان التعريف يجب ان يكون مختصرا وشاملا حول ذلك الظاهرة او عبارة عن مثلا هنا عبارة عن تمثيل اذا نحدد ماذا يتكون ما هو دوره دون ان ندخل في تفاصيل بعد ذلك ننتقل اعزائي للمصطلح الثاني الخارطة الصبغية ماذا نقصد بالخارطة الصبغية تتذكرون ما رأينا في الدرس فهي عبارة عن ماذا كذلك فهو تمثيل تمثيل لماذا تمثيل للصبغيات هذه الصبغيات تم ترتيبها حسب ماذا حسب الشكل حسب البنية حسب موضع الجزء المركزي اذا مما كان من ترتيبها على شكل ازواج من الصبغيات نقترح كتعريف نقول هو عبارة عن تمثيل مبسط لصبغيات خالية ما على شكل ازواج او بشكل منفارد حسب القد وتموضع الجزئات المركزية والاشريطة الملونا التي تلاحظون وهي عبارة عن المورتات التي تحتوي عليها الصبغيات هذا فيما يخص التعريف الآن ننتقل إلى السؤال الموالي ماذا يقول هذا السؤال اذكر وسيلتين يتم اعتمادهما في التشخيص قبل ولادي لماذا للشذوذات الصبغية ونتذكر اعزائي تلاميذ الدرس ما رأينا فيما يخص تقنيات ما هي مختلف هذه التقنيات من بين هذه التقنيات نتذكر تقنيات الصوير بالصدى عن طريق إرسال مجموعة من الموجات التي تختارق أنسجة الجنين ثم يتم عكسها نحو ذلك المسبار الذي يسجلها وتسجل النتائج في شكل على الشاشة تعطي شكل ذلك الجنين فإذا كان تشوه خلقي عند هذا الجنين يتم الكشف وتجسيده عبر تلك الشاشة من بين التقنيات تقنية أخرى نتذكر تقنيات أخذ عينات من السائل السلاوي أو أخذ عينات كذلك من المشيمة تمكن من ماذا هذه الخلية هذه عفوا الخلايا يتم تحليلها واستخراج ماذا الخريطة الصبغية إذن كجواب نذكر من بين الوسائل المستملة فحص الجنين بالموجات فوق الصوتية وفحص بالصدى أخذ خلايا الجنين قصد إنجاز الخريطة الصبغية أو قصد تحليل الأرض لمعرفة إذا ما كان هناك طفارات مثلا قد تتسبب في تشوهات خلقية عند هذا الجنين نمر الآن ننتقل للسؤال الموالي جيم أذكر صعوبتين تواجهان دراسة الوراثة البشرية وتتذكرون في الدرس أننا عند انتقالنا من الوراثة المنذيلية إلى الوراثة البشرية طرحنا مجموعة من الصعوبات التي تواجهنا أثناء تطبيق القوانين أو التطبيق ما تم تطرق إليه في الوراثة المنذيلية على الإنسان إذن من هنا نتذكر أن هناك مجموعة من المصعوبات ندخل من بينها لا يمكن إخضاع الإنسان لتزاوجات تجريبية موجهة لا يمكن إخضاع الإنسان لعوامل محرضة للطفارات العدد القليل لأفراد العائلة يحول دون تطبيق قواني الإحصائية عدد الصبغيات الكبير مدة الحمل الطويلة عمر الجيل البشري الطويل مما لا يسمح بتتبع انتقال صفة ورادية عبر الأجيال إذن يكفي أن نذكر هنا وسيلتين إذن المطلوب هو الذكر إذن عندما يطلبون أذكر يكفي فقط نشير بواسطة عوارض لنجيب على السؤال ننتقل الآن للسؤال الموالي السؤال الثاني أنقل على ورقة تحريلك الحرف المقابل لكل اقتراح من الاقتراحات الآتية ثم اكتب أمامه صحيح أو خطأ اقتراح الأول ماذا يقول؟ ألف ينتج مرض ضون عن ضياء أحد صبغيات الزوج 21 تتذكرون أننا عندما نتحدث عن مرض ضون فنسميه كذلك تولاتي الصبغي 21 ماذا نقصد بتولاتي الصبغي؟ يعني هناك صبغي إضافي في الحالة العادية فقط صبغيان يعني زوج من الصبغيات لكن في حالة مرض ضون هناك صبغي إضافي وبالتالي فالاقتراح لا يتعلق الأمر بضاياع بل ب إضافة صبغي إذن نقول خطأ ونسجلها أمام الرقم الجواب إذن المطلوب منه هو الكتابة أمام كل رقم أمام كل حرف أمام آلف نكتب خطأ الآن بالنسبة للب الشدودات الصبغية هي تغيير في عدد أو بنية الصبغيات اقتراح هذا هو بطبيعة الحال صحيح لماذا؟ لأننا رأينا أن الشدودات إما قد تشمل تغيير في العدد أو قد تصيب كذلك البنية الصبغيات إذن لهذا نقول صحيح اقتراح الموالي الصيغة الصبغية لفرض مصاب بمرض كلينفيلتر هي جوج هن زائد واحد ربعة وربعين آ زائد إكس 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 ماذا نقول هنا نتذكر نرجع للتص رأينا على أن من بين الأمراض الوراثية المرتبطة بالجنس كلينفيلتر مراض تورنر تولاتي الصبغي إكس هذا يتعلق من الأمر بتولاتي الصبغي إكس فهو ليس كلينفيلتر كلينفيلتر إكس إكس إكراك وبالتالي في الاقتراح فهو خاطئ نمر لدال يتجل الانتقال الصبغي البسيط في انتقال جزء من الصبغي والتحامه بصبغي آخر وهذا هو الانتقال الصبغي إذن فالاقتراح فهو صحيح انتقال صبغي بسيط ونكتب صحيح أمام الحرف دال نتبه هنا فنكتب هنا الحروف ألف ب جيم دال وأمامها صحيح هم أو خطأ الآن ننتقل ل تمريل الموالي يوجد اقتراح صحيح بالنسبة لكل معطى من المعطيات المرقمة من واحد إلى أربعة وهنا لدينا أربعة أسئلة مع أربعة اقتراحات المطلوب مننا لاحظ اكتب داخل كل زوج إذن أمام كل رقم مطالبين بكتابة رقم الحرف الحرف المناسب يعني اقتراح الصحيح أمام كل رقم ونبدأ بالسؤال الأول لذلك قرأ جميعا هذا السؤال في حالة مرض ويراتي مرتبط بحالي المتنحي وغير مرتبط بالجينس اقتراح الأول يكون المريض متشابه الاقتران بالنسبة للحالي العادي هذا صحيح نحتاج إلى ماذا؟ يمكن أن أعطي مثال أو نجسد مثلا عن طريق الرموز حالة مرض ويراتي مرتبط بحالي المتنحي مثلا أم صغيرة وغير مرتبط بالجينس يكون المريض متشابه الاقتران بالنسبة للحالي العادي الحالي العادي هنا كيف هو؟ الحالي العادي فهو سائد وجود حالي العادي هل يعطي شخص مريض؟ لا إذن حالي الواحد أو متشابه الاقتران سيكون لدينا شخص سليم وبالتالي لا يمكن أن يكون مصابا فالاقتراح خاطئ آليف نستمر ب يكون لمختلف الاقتران مظهر خارجي سليم مختلف الاقتران ما معنى مختلف الاقتران؟ يحتوي يشمل الحالي السائد السليم والحالي المتنحي المسؤول على المرض إذن بما أن وجود حالي سائد سليم إذن فهو الذي سيعطر وبالتالي سيكون شخص سليم إذن فالاقتراح صحيح إنه الشيء هناك صحيح ونؤكد أن فقط هناك اقتراح صحيح نستمر لنقصي باقي الاقتراحات التروري نتتبع هذه المنهجية في إقصاء الاقتراحات الخاطئة ولا نحتفظ فقط بالاقتراح إلا بالاقتراح الصحيح الذي نستجلوه هنا يكون جين يكون لمختلف الاقتران مظهر خارجي مصاب هل هذا صحيح؟ المختلف الاقتران ما دخلنا عنه؟ فهو يتوفر على حليل سائد سليم وحليل متنحي ممرض إذا وجود حليل سائد سليم فهو الذي يعبار سيعطيه شخص سليم ولا يمكنه أن يكون مصابا وبالتالي جين فهو اقتراح خاطئ اقتراح الموالدان ينتج الفرض وينتج الفرض المصاب أم شاجا لا تحمل الحليل الممرض هل هذا صحيح؟ بما أنه مصاب إذا هناك تناقض بما أنه مصاب فبالضرورة على الأقل إذن فهو بالضرورة عندما نقول مصاباً والحليل مسؤول على المرض متنحي فهو بالضرورة متشابه الاقتران يحمل حليلين مسؤولين على المرض وبالتالي فهو أم شاج تحمل المرض وبالتالي فهو غير صحيح إذن نشير هنا على النباء هو الصحيح ننتقل الآن للسؤال الثاني في حالة مرض ويراتي مرتبط بحليل سائد وغير مرتبط بالجنس يكون لمختفي الاقتران مظهر خارجي سليم مختلف الاقتران بما أن المرض ويراتي مرتبط بحليل سائد إذن في المظهر الخارجي يجب أن يكون هنا مصاباً لماذا؟ لأن الحليل مسؤول على المرض سائد وبالتالي يكفي وجود حليل واحد ليعطي المرض إذن آليف فهو خاطئ وبالتالي ننتقل إلى اقتراح الثاني باء يكون لمختلف الاقتران مظهر خارجي مصاب مختلف الاقتران ننتذكر دائماً القائدة في حالة مختلف الاقتران فالسائد هو الذي يعطي المظهر الخارجي بما أن كما أشير إليه هنا فالمرض ويراتي مرتبط بحال السائد إذن فالمختلف الاقتران سيكون مظهر مضهر الخارجي مصاب باء فهي اقتراحون صحيح نستمر حتى نقصي باقي الاقتراحات ونتأكد بأن باء هو فقط الاقتراح الوحيد الصحيح جيم أبوان سليبان ينجباني خلف مصاب إذا كان أبوان سليمان في نظركم هنا بما أن المرض الحالي السائد فالأبوان لا يشملان أو لا يتوفران على الحالي المسؤول على المرض وبالتالي فالخلف سيكون سليما بأكمله إذن جيم خاطئ دال تنجب الأم المصابة متشابهة الاقتران خلفا سليما هل يمكن الأم المصابة الأم المصابة متشابهة الاقتران متشابهة الاقتران فهي ستنقل إلى أبنائها جميعا X الحامل للحالي الممرض وبالتالي جميع الأبناء سيكون هنا مصابون وبالتالي اقترح فهو خاطئ إذن نسجل هنا أن الاترح الصحيح هو B الآن ننتقل إلى السؤال الموالي ثالث في حالة مرض ويراتي مرتبط بحالي المتنحي ومحمول على السبغي الجنسي X تكون المرأة المصابة متشابهة الاقتران لاحظوا على أن الحاليل حاليل متنحي ولا يظهر المتنحي في المظهر الخارجي إلا إذا كان متشابه الاقتران والأم فهي XX تحميل حاليلين إذن لكي تكون مصابة إذن فهي متشابهة الاقتران وبالتالي ألف فهو صحيح نستمر لنقص باقي الاقتراحات ب يحمل الرجل المصاب بالضرورة حليلاً عادياً نتذكر على أن الرجل XY يحمل فقط نسخة واحدة من الحليل إذن بما أنه سليم فيجب أن يحمل الحليل سليم إلا إذا كان مصاب أنا ذاك حليل مصاب إذن هنا في الاقتراح هناك تناقض رجل مصاب وحليلاً عادياً لا يمكن إذا كان مصاباً الحليل يكونك مسؤول على المرض وبالتالي الباء فهو خاطئ جيم تنجيب الأم المصابة ابناً ذكراً سليماً الأم المصابة فهي كلا الحليلين يكونان مسؤولين على المرض XM صغيرة XM صغيرة فهي تنقل لجميع أبنائها الذكور المرض قاعدة تتذكرونها دائماً جميع الأبناء الذكور للأم المصابة عندما يكون المرض متنحي ومحمل على X فالأم المصابة أبنائها الذكور جميعهم مصابون وبالتالي يجيب خاطئ دائماً ينجيب الأب سليم بنتاً مصابة الأب السليم بنتاً مصابة بما أن الأب سليم فهو لا يحمل حالي المسؤول على المرض إذن هل ينجيب بنت مصابة لا يمكن وبالتالي اقتراح خاطئ إذن الاقتراح الوحيد الصحيح هو آلف نسجله أمامه الرقم ثلاثة ثم نستمر الآن رابعاً في حالة مرض بيراتي مرتبط بحال السائد ومحمول على الصبغي الجنسي إكس آلف تنجيب الأم المصابة أو الأب عفوان الأب المصاب بنتاً مصابة الأب إذا كان مصاب فإكس الذي يحمله يحمل المرض وبالتالي جميع بناته سيكون البنات سيكون مصابات إذن وبالتالي اقتراح فهو صحيح نستمر لنقصة باقي الاقتراحات تنجيب الأم السليمة ابناً ذكراً مصاباً الأم السليمة تنجيب ابناً ذكراً مصاباً لا يمكن لأن الأم السليمة تتوفر على حليلان بسؤولاً حليلان سليمان وبالتالي فجميع أبناء الدكور سيكون سليمون وبالتالي فهو خاطئ ينجيب الأب المصاب بنتان سليمة الأب المصاب يحمل حليل السائد سينقله إلى بناته إذن جميع البنات ستكون مصابات والمنحدرات من أب مصاب إذن فهو خاطئ ذال يكون الأب مصاب مختلف الاقتران الأب المصاب فهو يكون مختلف الاقتران إذا كان في حالة مرض ويرتي مرتبط بحليل سائد هنا الأب فهو يحمل نسخة واحدة ولا يمكن أن يكون مختلف الاقتران إذن إما يكون إكس حامل المرض أو إكس لا يحمل الحامل عفواً الحليل السليم وبالتالي فالقتراح ذال الخاطئ ويبقى فقط ألف نسجل أمام السؤال الرابع ألف كجواب إذن هذا الآن ننهي الجزء الأول المكون الأول الخاص باسترداد المعارف الآن سنتقل إلى المكون الثاني المرتبط المتعلق بالاستدلال العلمي والتواصل الكتابي والبياني والذي ينتظم في ثلاث تمارين تمارين الأول لاحظوا معي فهو عبارة عن تمارين يتعلق بنقل الخبر الويراتي عبر التولد الجنسي والقواني الإحصائية لانتقال الصفات الويراتية التمرين والذي سنبدأه في هذه الحصة السؤال الثاني عفوا التمرين الثاني فهو مرتبط بالنقل بالويرات البشرية والتمرين الثالث فهو مرتبط بالدراسة الكمية للتغير نبدأ الآن بالتمرين الأول نبدأ دائما بقراءة المعطيات لإبراز دور كل منا من انقسام الاختزال والإخصاب في الحفاظ على تبات الصغة الصبغية وتنوع المظاهر الخارجية عبر الأجيال نقترح ما يالي أولا تمثل الوثيقة الآتية دورة نمو نبات سيراجينال الذي يعيش في البلدان الدافئة ويشبه نبات صرخص فجاغ يظهر خلال فترة النوج في قاعدة أوراق السنابل التي توجد بالجزء العلوي لنبات سيراجينال نوعان من الأكياس البوغية أكياس بوغية صغيرة أواحد وأكياس بوغية كبيرة أاثنان هذه الخلايا تنمو داخل غشاء ساميك بالتربة الرطبة وتعطي بدورها على التوالي المشيرات مشيرات بأ و بأ د تحرر هذه المشيرات بأ خلايا تنائية الصوت داخل قطارات مائية موجودة على سطح التربة نحو المشيرات بأ اثنان وتلتحم مع الخلية بأ اثنان معطية الخلية السي تتعرض الخلية الناتجة عن هذا التحام إلى انقسامات غير مباشرة متتالية داخل المشيرات بأ د لتعطي جانينا بأ اثنان يعيش في بداية تطورها على حساب هذه المشيرة التي تتلاشى بعد تشكل نبتة فتية تتطور لتعطي نبات سيلاجينال جديد نقرأ الآن الأسئلة ما هو مطلوب منا أولا حدد معللا إجابتك الظاهرة البيولوجية التي تحدث على مستوى كل من الكيسين البغيين A1 وA2 من جهة وعلى مستوى المشيرة B2 من جهة أخرى ثم السؤال الثاني أنجز رسما تخطيطيا للدور السبغية لهذا النبات محددا نمط إذن نبدأ الآن في بداية بالسؤال الأول نحاول أن نجيب عن السؤال مطلوب منه وحدد الظاهرة البيولوجية التي تحدث ما الذي يحدث على مستوى A1 وA2 نرجع عزيزي الثلامي إلى النص لاحظوا أنه على مستوى الكيسين البغيين A1 وA2 تحدث ظاهرة تم وصفها نشير هنا أنه تعطي الخلايا الأم الثنائية الصغة الصبغية بكل من الكيسي البغيين A1 وA2 على التوالي خلايا أحادية الصغة الصبغية بإثنان لاحظوا أنه نحو المشيرة بإثنان تلتحم مع الخلايا بإثنان إذن بإثنان التي قلنا عنها تحمل ثنائية الصوت يعني أنها بمثابة بإثنان بمثابة مشيج ذكاري يتنقل على مستوى الماء نحو المشيرة بإثنان يلتقي بالخلايا بإثنان التي تشكل مشيج الأنتوي لتعطي خالية إذن هناك التحام خليتين لتعطي خالية س يتعلق الأمر بماذا التحام خليتين يعني حدود ظاهرة الإخصار إذن لاحظوا نرجع إلى المعطية الأولية ونركز كذلك في الوثيقة لنتوصل إلى الجواب يعني السؤال ماذا نكتب نكتب أنه على مستوى الكيسي البغيين A1 و A2 الإخصام اختزالي لماذا لأن خلايا أمتنا يتصغصبية تعطي خلايا وحادية صغصبية ماذا كذلك على مستوى المشيرة بإثنان قلنا على أنه حدث التحام بين المشيج الذكري بواحد والمشيج الأنتوي بإثنان بواحد وبإثنان يعني ظاهرة الإخصار ونشير إلى ذلك تم التحام المشيجين الذكري والأنتوي هذا فيما يخص تحديد الظاهرتين البيولوجيتين الآن ننتقل مطلوبنا في السؤال الثاني هو إنجاز ماذا؟ إنجاز دورة صبغية لهذا النبات محددا النمط إذن نحتاج إلى تحديد هذا النبات إذن نرجع إلى نفس الوثيقة نتذكر على أن هناك هذا النبات تحدث على مستوى القصام اختزالي يعني أنه تنائي الصغة الصبغية يعطي أبوار أحادية الصبغية هذه الأبوار تعطي بنيات مسؤولة عن إنتاج ماذا؟ عن إنتاج أمشاج إذن هذا نسميه نبات مشيجي وهذا يسمى نبات بوغي لأنه ينتج أبوار وحادية الصغة الصبغية إذن لكي ننجيز الرسم التخطيطي سنبدأ بداية على أن هنا كان عبارة عن بيضة تعرضت لمجموعة من قصامات أعطت نبات تنائي الصغة الصبغية يسمى نبات بوغي إذن ننطلق بالرسم أولا نرسم نرسم هذا هذه الدائرة عبارة عن بيضة تنائية الصغة الصبغية هذه البيضة تنمو وتعطي ماذا نبات بوغي تنائي الصغة الصبغية إثنان أن هذا النبات البوغي تحدث على مستوى انقسام اختزالي على مستوى أواحد وآئ إثنان إذن ظاهرة انقسام اختزالي نرمز لهنا بخطين حيث تتم عبر انقسامين انقسام أول يسمى منصف ثم انقسام ثاني يسمى انقسام تعاذلي ينتهي بتكون ماذا؟ أربعة أبواغ ونشير إلى الطاهرة تسمى انقسام اختزالي كل بوغ ينمو ليعطي ماذا؟ يعطي هذا النبات لاحظوا هنا بوغ صغير أعطى النبات المشيجي الذكري وبوغ أعطى النبات المشيجي الأنتوي المسؤول عن تكون الأمشاج إذن نشير هنا نبات مشيجي وحادي الصغة السبغية هذا النبات سميناه مشيجي لأنه ينتج أمشاجا لاحظوا هذه الأمشاج المشيج الذكري والمشيج الأنتوي هذه الأمشاج يحدث التقاؤها وتعطي لاحظوا خطين تعطي هذه الضيضة نتحدث عن ظاهرة الإخصاب هكذا شكلنا الضورة السبغية نشير إلى مفتاح على أن هذا الرمز يشير إلى طور أحادي الصغة السبغية وهذا يشير إلى طور ثنائي السبغية ولا ننسى طروري إضافة عنوان للرسم التخطيطي نشير هنا أنه عبارة عن رسم تخطيطي للضورة السبغية لنبات سيلاجينيل ثم نؤطر هذا الرسم الذي حصلنا عليه هذا فيما يخص إنجاز الرسم التخطيطي نحن مطالبين كذلك بماذا؟ لاحظوا على أن السؤال فهو مركب أنجز رسما تخطيطيا ثم حديد نمط هذه الدورة ونتذكر أننا درسنا ثلاث ألمار إما وحادية الصغة السبغية إما ثنائية أو وحادية ثنائية الصغة السبغية نرجع إلى الرسم الذي أنجزناه رسم تخطيطي كم نميز هنا كم من طور لاحظوا أننا مثلنا الطورين معا الطور الأحادي والطور الثنائي ماذا نقول على أن هذه الضورة تتميز بتعاقب مرحلتين مرحلة ثنائية الصغة السبغية وهي نبات السيلاجينيل الذي عفوان هنا نبات السيلاجينيل الذي ينتج أبواغا ثم المرحلة الثانية والطور الثاني وحادي الصغة السبغية والممثل في المشيرات بواحد وبي اثنان إذن نقول أنها دورة نقول أنها دورة وحادية ثنائية الصغة السبغية نشير هنا على أن الدورة نسجل هنا أنها دورة وحادية ثنائية الصغة السبغية إذن إلى هنا أعزائي سنتوقف في التصحيح لنتمم ما تبقى في حصة مقبلة أدعوكم إلى مراجعة دروسكم وكذلك الاشتغال على تمارين السنوات السابقة حاولوا أن تتدربوا على هذه الأنواع من الأسئلة فهي تتكرر دائما ونركز على المهارات فيما يحص للسدلال العلمي من قبيل الملاحظة الوصف المقارنة التفسير والاستنتاج إذن حاولوا عزيزي التلاميذ لم يتبقى إذن هناك يفصلون بعد الامتحان بضعة أسابيع فتشتغلوا لتحصلوا إن شاء الله لكي تججزون بنجاح الامتحان الوطني وأتمنى لكم التوفيق وشكرا لتتبعكم شكرا